السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله الذكاء الصناعية الصراحة لا يحتاج مقدمات دعونا نبدأ يا حياكم الله من جديد كيف نصمم صور واشكال وتحف فنية بالذكاء الصناعي كيف نكتب البرومبت الخاص بالرسم الصور باحترافية زي لتشوفها الان قدامكم حيصان يتشكل بحروف عربية بارزة فن من فن التايغرافي الفن الرهيب صار الان تقدر تسويه بضغط الزر بالذكاء الصناعي سابقا كان الرسم التايغرافي ياخذ منك وقت طويل من رسم السكتشات وتعديلها وتطبيطها تاخذها البرامج الجرافيك مثل تبدأ تحولها لفيكتور بعدها تلونها بعد تحولها لثري دي حاب اقولك ان كل العملية المعقدة الان تقدر تسويها بضغط الزر واحدة بالذكاء الاصطناعي ترسم اي تحفة فنية وترسم اي شكل من اشكال التايغرافي بضغط الزر واحدة خلونا نشوف كيف الطريقة المجانية خلونا نبدأ عشان ننشئ هذا الصور اللي شفناها مع بعض في بداية الفيديو واللي عرضت لكم اكثر من منصة لازم تستخدم موقع بينج موقع بينج المميز به انه انك تقدر تكتب باللغة العربية وباللغة الانجليزية انا الان اكتبه باللغة العربية نفس الوصف واكتبه باللغة الانجليزية ايش هو البرومبت؟ البرومبت بسيط اقول له خيل حصان حصان عربي يتشكل بحروف عربية بارزة بلمعة بلمعة حروف عربية بارزة ثلاثية الابعاد بلمعة ميزة عند تداخل الحروف ببعضها طبعا تقدر تحدد اللون تقدر ان تتحدد كل حاجة انا اعطته ما اريد يعني لون معين انت طلع لي اي شيء تشوف انت مناسب من ضمن هذا الامر يعني احتاج يعني شيء مميز بعد ابدأ الان بعمل توليد الصور لاحظ معي النتائج نتائج مبهرة جدا بضغط الزر واحدة يعني هاي نتائج جديدة بالامر اللي كتبنا البرومبت البسيط اللي شفنا مع بعض لاحظ معي النتيجة الخرافية دقة وشيء رهيب جدا لاحظ معي لاحظ معي الحصان هذا شيء عجيب صراحة وانتاج مبهر جدا يعني تقدر تستخدم هذا اللوحة الفنية ونعرف احد الاصدقاء تكلم انه في شخص كان يستخدم التصميم كان هو مصمم لوحات فنية واشياء يعني رسم فنو بصرية بعد ما اجد ذكاء اصطناعي استغنى الشخص هذا والعميل عن المصمم وبدأ هو يسوي الاشياء هذه التحفف فنية بالذكاء اصطناعي وبيعها يعني صراحة الان انت تقدر تصمم لوحات فنية و تبيعها طيب راح اعطي نفس الامر باللغة الانجليزية ونشوف هل يعطيني مخرجات مختلفة ولا لا انا كتبته بالعربية ونجرب نفس الامر ونعطيها باللغة الانجليزية ونشوف لها حل معي نشوف النتائج يعني باللغة الانجليزية هل راح يعطين نتائج أفضل باللغة الانجليزية ولا هي نفس نفس النتائج يعني باللغة العربية ما يفرق يعني موقع بينك. يا سلام. نتائج جميلة جدا صراحة. ما فرقت يعني نتائج نفسها. ما فرق بين عربي يعني تكتب له الامر بالعربي او بانجليز يعني ما فرق معنا. بس لكن اعطاني شوف الجودة والكمال في الصورة. خرافي خرافي. لاحظة تحف يعني هي تستخدم كتحف فنية تعليقة في البيت. شي جميل. راح اكتب له جمل. يتشكل بحروف عربية. او نكتب له مثلا اسد. اسد. يتشكل. بارزة. ثلاثية. البعاء. بلمع. مميزة. عند تداء. الاحرف. ببعضها. نقدر نقوله خلفية. خلفية سوداء. يكون بعضها. بلون فضي. او بلون ذهبي. لون الاسد يكون لونه الى الذهبي. بخلفية سوداء. الان راح نشوف النتائج اللي يطلع عليها موقع بينك. اه كتبنا له الوصف والبرومبت باللغة العربية يعني ما تفرق معه سواء باللغة العربية او الانجليزية. لاحظ معي اه الدقة في التصوير والاحترافية والشي يعني جميل جدا. لون ذهبي. لاحظ معي بحرف عربية متداخلة مع بعض. اعطاني خلفية سوداء متما انا طلبت منه. يعني صراحة تصلح تكون هذه تحف فنية. يعني شي رائع. الان راح اطلب منه. بعدها تصر شوف الجمال طبعا جمال. سلاتة الى بعض. امتاز جدا. راح اطلب منه فارس عربي. فارس. عربي. بحصان. يتشكل. يتشكل. يتشكلان. بألوان ذهبية. عرس عربي. يحمل سيف نقول. بيده سيف. على حصان. احسن على حصان. على حصان يتشكلان بحروف عربية بارزة بألوان ذهبية وفضية بخلفية سوداء. شوف يعني بساطة بساطة يعني انت تكتب له الشيء اللي في بالك مباشر راح يعطيك نتائج احترافية يعني. لاحظ معي التحفة الفنية للفارس العربي اللي طلبنا نتشكل بأحرف عربية بلون ذهب يفضي. لاحظ معي الجمال. فعلا يحمل سيف. صراحة شيء ابداعي. ابداعي تحفة الفنية هذه. تحفة فنية ولا بالخيال. ولا انت تقدر تخيلها اصلا يعني شيء مثل السحر صراحة. لاحظ معي. شمال مطبيعي. يعني هذا التحف تقدر تستخدمها حتى كلوقوهات تقدر تستخدمها كشعارات تقدر تستخدمها. الاي شيء في بالك يعني. لو الان اكتب له. شجرة. شجرة نخل. شجرة نخل تتشكل بحروف عربية بارزة بلون ذهب يساطع بخلفية سوداء. يعني. النتائج صراحة جميلة. طبعا انا ما اقولكم جميلة حتى انتم تجربون شيء بنفسكم يعني تستمتعون بالتجربة تجربة المواقع والاوامر اللي تعطونها صراحة تحسون بمتحة انك تصمم الشيء بدقائق. بس انه هو ما راح يكون زي متعة التصميم القرافيكي. ان انت تصمم الاشياء بتعب ومجهود وتحصل النتيجة بعد مجهود ذاتي ومجهود شخصي تحصل على نتائج معينة طبعا لذة التصميم الذاتي والاعتماد على فكرتك الشخصية اكثر بكثير من لذة انك تصمم بالذكاء اصطناع لانو الشغلة تحسها بسيطة وزي اللعبة يعني لانك تتعامل مع الاشياء زي اللعبة فما تحس بمتعة لان ما فيها مجهود ما فيها التعب يعني التعب اللي انت تتعب كمصمم اقرافيك او كشخص متخص بالفن البصرية لك لده بالتصميم اليدوي اللي هو يحتاج تعب ويحتاج بساطة فالان الذكاء اصطناع قضى على هذه المتعة قضى على هذه الاشياء فنكتب الآن مثلا نقدر نقول تحفى فنية عربية بحروف من القرآن الكري تحفى فنية للجدار عايزة للجدار مثلا بحروف تحفى فنية للجدار تحفى فنية عربية للجدار بحروف عربية من القرآن الكريم بألوان ذهبية وفضية ثلاثية الأبعاد الخلفية سوداء هذا الشكل راح نشوف كيف راح يعطينا النتائج راح مع الجمال تحفى فنية عربية مكتوب ايات قرآنية يعني هو كتب لي احرف هنا شوف هنا كتب لي القرآن الكريم لاحظ معي ويعني يشوف يشوف كانوا كلمة القرآن الكريم لكن الصورة يعني خيالية يعني تصلح تكون تحفى فنية هذه التحفى فنية لاحظ معي يعني بدقائق بسيطة انشألي تحفى فنية ثلاثية أبعاد بألوان فضية وذهبية لاحظ معي الجمال كأنها فعلا صورة لتحفى فنية على أرض الواقع وهذا الشيء تقدر تستخدمه انت كمصمم تحفى فنية أو كشخص مهتم بالفنون البصرية تقدر تستخدم بأشياء كثيرة وهذا باختصار حول موقع بينك وحول الدرس كيف تنشئ صور وتحفى فنية وثلاثة أبعاد بأحرف عربية بارزة ببصارة تم أو كيف تنشئ لوغو أو شعار أو أي صورة كرسم فني خاص فيك بالذكاء الاصطناعي وببساطة وبشكل مجاني وإذا أعجبكم هذا الشرح البسيط لا تنسى تدعم الفيديو وتشترك في القناة عشان ما يفوتك أي جديد في القناة وتسارك هذا المحتوى والفيديو مع أصدقائك المهتم في هذا مجال مع أي شخص مهتم في هذا مجال عشان تعمل فائدة ويستفيد الجميع من تقنيات الذكاء الصناعي وأشوفكم إن شاء الله في معلمات جديدة كان معكم إشعال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته